اشتركوا في القناة والقصص قصتنا اليوم بعنوان ابن العمدة الذكي والقطة العجيبة والساحر الداهية من القصص الخيالية المشوقة والمسموعة قبل النوم أشكركم أحبائي على كل هذا الدعم الذي تقدموه لنا ضع السماعات واستمع كان في قديم الزمان كان العمدة وزوجته وابنهما حسيم يعيشون معا في بيت كبير يقع قرب الحقول في القرية وقد كبرت سن العمدة وزوجته وأراد أن يتزوج ابنهما كي يفرح بي ونصح له بأن يختار ابنتا عمدة من أصدقاء الأسرة وقد عرف حسيم ابن العمدة بالشجاعة والإقدام والفروسية وإجادة ركوب الخيلة وأحبه سكان القرية لعطفه عليهم وحبه لهم وكذلك مساعدتهم فيما يحتجون إليه من الأعمال ورجوا أن يتزوج ويحل محل أبيه ليطمئن عليه أبوه في حياته وذات يوم قال له أبوه ابن العزيز لقد أتى الوقت الذي ينبغي أن تتزوج فيه وإني أرى أن تتزوج ابنتا الشيخ مصطفى صديقي وهو عمدة لإحدى القرى وأستحسن أن أرسل إلى أبيها لأخطب لك ابنته لأني أعلم أنها كريمة الخلق ومتعلمة وقد ربيت تربية كاملة ولا ينقصها شيء مطلقا قال حسيم لأبيه إني لأعرف ابنة صديقك العمدة ولم أرها وأرجو أن تسمح لي يا أبي بأن أغير مظهري وملابسي وأخفي شخصيتي وأذهب إلى قريته وأجتهد حتى أرى تلك الفتاة من غير أن تعرف هي حقيقتي وشخصيتي ولكن العمدة خاف أن يذهب ابنه وحده وعرض عليه أن يرسل معه أحدا من أقاربه أو أصدقائه أو حارسا قويا من حروس القرية كان حسيم قوي الجسم معروفا بالشجاعة حسن الحيلة فطمأنا أبيه حتى سمح له بالذهاب وحده في رحلته وقال له اذهب يا بني وسوف أؤجل التكلم في موضوع الخطبة حتى ترى خطيبتك بنفسك وترجع من رحلتك وأرجو أن لا يطول غيابك اذهب وسلم على والدتك وودعها قبل ذهابك واطلب منها أن تدعو لك بالتوفيق في حياتك اذهب وأعد نفسك والله معك ولا تضع وقتاً وفي الصباح التالي استيقظ حسين مبكراً في الفجر واستعد استعداداً تاماً لرحلته وقد لبس حلة أي بدلة قديمة ممزقة رمدية اللون وترك حصانه ولم يأخذ معه شيئاً من النقود الذهبية واكتف بأخذ عصى غليظة يتوكأ عليها في الطرق الصعبة ولم يحمل معه في رحلته غير هذه العصى رآه أبواه وهو لابس بدلته الممزقة فضحك ونصح له أن يلبس أحسن ملابسه حتى يظهر في أحسن مظهر حينما يرى الفتاء التي يريد أن يخطبها ويجعلها عروساً له فقال لهم إن الفتاة التي أريد أن أتزوجها يجب أن تحبني وأنا لابس خرقاً قديمة وأن الفتاة التي لا تحبني إلا إذا لبست أحسن الملابس وأغليها لا أعد حبها لي حباً صادقاً إن أريد أن تشاركني في فقري قبل أن تشاركني في غنائي إنه الإبن الوحيد لهما وهذه هي المرة الأولى التي سمح له فيها بالسفر وحده من غير وجود رفيق أو خادم معه وهذه المرة الأولى التي أحس فيها بالحرية في حياته وحينما ارتفعت الشمس في السماء كان حسيم بعيداً عن قريته استمر يمشي في طريقه حتى رأى راعياً كبير السن يرعى قطيعاً من الغنم وهو جالس في الظل تحت شجرة كبيرة ليتناول طعامه فذهب إليه حسيم شرير يعيش في غابة مسحورة سوداء قريبة من الجبل وقد لاحظ حسيم أن الرائح حزين والحزن ظاهر على وجهه فسأله لماذا أراك حزيناً أرجو أن تذكر لي ما تعرفه عن ذلك السحر وأن لا يكون قد أصابك منه ضرر هز راعي رأسه بحزن وقال كنت في يوم من الأيام شاباً مثكاً كثير الآمال وأحببت من قريتي فتاة كاملة والكمال لله وحده جميلة الصوت تسمى لطيفة وفي اليوم المحدد لزواجنا اضطررت أن أذهب إلى الحقل ليحضر قطيع الغنم إلى حظرتها التي تقع خلف البيت في قريتنا فلما رجعت في المساء وجدت أن عروسي لطيفة خطفت وأخفيت في الغابة المسحورة وقد خطفها ذلك الساحر المؤذي وكل ما عرفته من الناس الذين شاهدوا الحاجث أن لطيفة كانت تغنب صوتها العذب الجميل على سطح بيتها فحدثت زوبعة شديدة وانقض الساحر وسط الزوبعة وخطف عروسي وطور بها في الجو ثم اختبأ فوق أطراف الأشجار وقد سمع الناس صوت لطيفة وهي تصرخ وتستغيث وتطلب المساعدة ولكن لم يستطع أحد أن يصل إليها أو يساعدها أو يخلصها من يدي ذلك الساحر المجرم وكان سني في ذلك الوقت عشرين سنة وقد زدت الآن على الستين ومكثت أكثر من أربعين سنة أنتظرها وأنتظروا رجوعها وأعتقد أنها لن ترجع ولم أفكر في تلك المدة الطويلة أن أتزوج غيرها وسأستمر مخلصا لها طول حياتي وإن متأكد مما أقول تألم حسيم لألم الروعي الكبير السن وشاركه حزنه وشعوره وأعجب بوفائه النادر ولكنه لم يفهم السبب في عدم محاولته البحث عن عروسه التي خطفت حتى يجدها فسأله برفق هل حاولت أن تنقذها من الغابة المسعورة؟ أجاب الروعي الهرم الكبير السن أيها الشاب العزيز إن الغابة المسعورة هي الغابة السوداء وهي في مكان خطر ولا يستطيع أحد أن يدخل تلك الغابة وإذا دخلها إنسان فلن يخرج منها سليما إلا إذا كان ساحرا ماهرا شجيعا ولم تخطف عروس وحدها بل خطفت أيضا فتاة بعدها اسمها سورة بنت عمدة قريتنا بالطريقة نفسها وقد خطفها ذلك الساحر والشرير وحملها كما حمل عروس إلى الغابة السوداء ألم تسمع تلك الحادثة المحزنة؟ ينتظر الروعي الإجابة عن سؤاله واستمر في تكملة القصة قائلا إن سورة ابنة العمدة كانت معروفة في قريتنا بالجمال وكمال الخلق والعطف على فقراء القرية والمحتجين فيها ولم ترد فقيرة تذهب إليها في بيتها من غير أن تساعد من غير أن تساعدها وتعطيها ما تحتاج إليه وفي ليلة قمرية من الليالي كان في بيت عمدتنا حفل عيد ميلاد لابنته الواحدة سورة فدخل الساحر بيت العمدة مختبئا في مظهره مع المدعوين من الأقارب ولم يحس به أحد وكان الجميع معجبين بابنتي العمدة سورة وفجأة حدثت زوبعة شديدة داخل البيت فاضطرب الحاضرون وشغلوا بالزوبعة وتغيرت صورة الساحر واختبأت بنت العمدة وحملها الساحر وطور بها بعيدا في السماء وأخذها إلى غابته المسحورة وحير الجميع في الأمر وعجبوا كل العجب ولم يروا أمامهم إلا سحبا كثيفة سوذاء ولم يعرفوا ماذا يفعلون وقد حدثت ضجة في القرية وانتشر الخبر فيها سريعا وجرى العمدة وأقاربه ومن عنده من الحرس وخرج كثيرون من القرية للبحث عن الفتاة المحبوبة التي خطفها السحر وخاطروا بحياتهم لإنقاذها وإعادتها إلى أهلها ووصلوا إلى مدخل الغابة ومعهم أسلحتهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ورجعوا جميعا مهزومين ولم يمكنهم أن يتغلبوا على ذلك الساحر الخبيث فقد قوبلوا عند وصولهم بزوبعة فضيعة فتفرقوا وتيهى بعضهم ورجعوا بدونها إلى القرية بعد أيام ولم يتمكنوا من دخول الغابة السوداء وعادوا أقل عددا مما ذهبوا تألم حسيم كل الألم واغطوض كل الغيظ وحمرت عينه بعد أن سمع تلك القصة ونسى كل شيء عن العروس التي فكر في أن يتزوجها وأخذ عصوه الغليظة وقام للبحث عن الفتاتين المخطوفين في الغابة المسحورة فصوح الرعي وقال له لا أيها الشاب لا تحاول أن تدخل تلك الغابة السوداء وأمسك بعسام من يديه وحاول أن يمنعه من الذهاب إلى الغابة ويرجعه عن قصده ولكنه لم ينجح في إقناعه ومنعه وسأله عسام كيف أعرف مدخل الغابة السوداء أجابه الرعي إن عند مدخل الغابة ثلاثة من الطيور الكبير البيضاء تحرس الباب وتطير حوله وتراقب كل من يحوم حول الغابة أو يقترب منها فإذا رأت أحدا غريبا أخبرت الساحرة في الحال ويظن بعض الناس أن تلك الطيور هي التي تعمل الزوابع والعواصف بأجنحتها إذا أراد الساحر فاتع الضيابني واستمعا النصيحة وابتعد عن ذلك المكان الخطر فلن تسمح لك الطيور الثلاثة بالدخول تألم حسام مما سمع وأجابه عن هذه النصيحة طلع فوق الشجرة وقطع فرعا منها وصنع منه بالسكين الذي في جيبه قوسا وسهما ليدافع بهما عن نفسه وقال للرعي لا تخف علي وانتظر كل يوم رجوع إليك وتأكد أني سأحضر لك معي عروسك التي خطفت أو أخبارا عنها على الأقل إذا رجعت ثانية حزن الرعي لفروق حسام وخاف عليه ودعا له بالنجاح في مغامرته وودعه حسام وصور في طريقه إلى الغابة السوداء واستمر في سيره حتى رأوها عن بعد ورأى الطيور الثلاثة الكبيرة البيضاء تطير فوق مدخل الغابة وسمع حركة أجنحتها كأنها صوت رياح شديدة أو مياه كثيرة متدفقة رأته الطيور الكبيرة البيضاء وهي تراقب كل حركة عند مدخل الغابة وأخذ التطير وتحلق فوق المدخل بشكل دائري وقد ميلت الشمس نحو الغرب وقربت أن تغرب كان حسام يعرف حيوانات الغابة وطيورها وعرف أنها تتأثر بالموسيقى ونغاماتها فاستعد بقوسه وسهمه ليستعملهما عند الضرورة وجلس في داخلي فجوة في شجرة ضخمة كبيرة وبدأ يصفر ويزمر بمزمور معه ويحدث نغامات موسيقية هادئة ويرسل تلك الموسيقى العذبة الهادئة نحو الطيور البيضاء القريبة من المكان الذي اختبأ فيه تأثرت الطيور بنغامات الموسيقى وتغيرت حركاتها فبعد أن كانت تطير بشكل دائري لتهجم عليه توقفت عن الطيران وأمالت رؤوسها لتصغي وتتمتع بالموسيقى العذبة الهادئة ونزلت ثم وقفت على صخرة كبيرة مسطحة بجانب مدخل الغابة استمر حسام يصفر ويزمر ويلعب الموسيقى وغير النغمة وجعلها نغمة منومة حتى نامت الطيور البيضاء متأثرة بالموسيقى ووضعت رؤوسها تحت أجنحتها ونامت نوما عميقا اطمأن حسام ونجح في تنويم الطيور البيضاء ومر بينها ودخل الغابة المسحورة التي لم يدخلها إنسان قبله دخلها بهدوء خوف من أن يسمعه أحد أو يراه حراس آخرون للسحر دخل الغابة المخيفة وقد أظم الليل وأحس بالتعب بعد رحلته الطويلة ومشيه طول النهور فجلس ليستريح وانتظر حتى يطلع القمر ولشدة تعبه نام نوما عميقا وحينما استيقظ من نومه لم يعرف مقدور المدة التي نامها ووجد القمر مضيئا ورأى بجانبه قطة بيضاء واقفة على رجليها الخلفيتين تنظر إليه بعينيها الزرقوين نظرة كلها عجب واستغراب وحول رقبتها شريط من الحرير البرتقالي اللون وتلبس فوق جسمها رداء حريريا ذهبي اللون وقد عجب حسام حينما رأاها واعتقد أن هذا الساحر نفسه في صورة قطة فأمسك القوس والسهم بيديه واستعد لقتلها وسألها هل أنت صاحبة الغابة المسحورة؟ أجابت القطة البيضاء لا تخف فأنا مثك وقد كنت عروسا فسحرني هذا الساحر الشرير وجعلني تحت سيطرته ونفوذه ثم سألته من الذي أتى بك إلى هذا المكان الموحش والسجن المنقطع عن العالم قص عليها حسام قصته حتى وصل إلى الجزء الخاص بالطيور التي عند مدخل الغابة فارتعدت القطة البيضاء خوفا عليه وقالت له إني خائفة عليك لأن من دخل هذه الغابة استعبده السحر وجعله خاضعا له بطريقته السحرية قال حسيم صف لي هذا السحر فقد أتيت إلى هنا لأبحث عنه وإني أريد أن أعرفه عندما أقابله فحذرته القطة وقالت له اخفض صوتك ولا تتكلم بصوت مرتفع فقد يأتي إلينا في أي لحظة وأننا لم نراه في صورته الحقيقية فأحيانا نراه في صورة رجل وأحيانا في صورة قزم من الأقزام ومرة نراه بشكل زوبعة شديدة أو سحابة كثيفة سوداء فإذا أعجب بشيء خطفه ثم سحره وجعله عبدا له وفي تلك اللحظة سمع حسيم صوت رياح شديدة بين الأجور فصوحت القطة أسرع وادخل المغارة البعيدة وازحف على الأرض حتى لا يراك لأن عينيه كعيني الصقرة نفذ حسيم ما أمرت به القطة وزحف مسرعا حتى وصل إلى المغارة وانتظر حتى تتبعه القطة ولكنها لم تتبعه فعجب من أمرها وذهب إلى المغارة واختار مكانا يرى منه ما يحدث في الخارج فرأى في ضوء القمر قطة بيضاء تلبس رداء حريريا ذهبيا لون وترقص رقصا جميلا منتظما إلى الأمام ثم إلى الخلف فأعجب حسيم برقصها ونسى الخطر الذي يقرب منه ويحيط به وفكر أن يصفق لها إعجابا بها ولكنه في تلك اللحظة سمع صوت استحسان يقول حسنا جدا أيتها القطة الجميلة البيضاء فخاف قليلا عندما سمع ذلك الصوت وهو نائم على الأرض انقطع الصوت ورأى القطة هادئة ساكنة فخرج من المغار يجري واتجه نحوها ففتحت عينيها وقالت لحسيم إنني بخير وقد ذهب الساحر إلى حاله وحينما يطالبني بالرقص أرقص وقد أمكث مدة طويلة ولا أستطيع أن أقف إلا إذا سمح لي قال حسيم إنني أعلم أنه قد سحرك ووضعك تحت سيطرته وأمره ولكني مستعد لأن أنقذك من شر هذا الساحري إذا استطعت فهل هناك وسيلة أستطيع بها مساعدتك أجابت القطة نعم هناك وسيلة للتخلص من السحر ففي هذه الغابة حجرة سرية بها صندوق معدني يحتوي على مرآة سحرية ولكنني لم أرى تلك الحجرة منذ أخذني إليها وإن نظرت إلى تلك المرآة غيرتني إلى صورة القطة التي تروها الآن وإن الطريقة الوحيدة التي أستطيع بها الرجوع لصورة الأولى هي الحصول على تلك المرآة وأنظر فيها ثانية وأقول الكلمة السحرية التي يرددها الساحر ثلاث مرات فيزول السحر وفي هذه الغابة طريق موصل إلى الحجرة البيضاء التي توصل إلى الحجرة السرية هذا كل ما أعرفه وما أستطيع أن أخبرك به وما أستطيع أن أخبرك به فسألها حسيم أخبريني من أنت وكيف كان شكلك عندما جئت إلى هنا هزت القطة البيضاء رأسها وقالت أحضر المرآة السحرية أولا وعرف الكلمة السحرية التي بها يزول السحر إذا كنت سعيد الحظ وفي ذلك الوقت سترى صورتي على حقيقتها وستعرف كل شيء عني وفق حسيم على رأيها ثم سار في الغابة ليبحث عن الحجرة السحرية والليلة مقمرة والقمر طالع يضيء الطريق مشى بشجاعة وسرعة في الغابة المسعورة وبعد قليل رأى طريق الحجرة البيضاء بين الأشجار اتجه حسيم إلى ذلك الطريق ووجد أنه يوصل إلى مغارة لها باب كبير من الحجارة المنقوشة مس ذلك الباب ففتح في الحال فعجب كل العجب وحينما دخل المغارة أصغى ولكنه لم يسمع أي صوت فيها وقد اعتادت عيناه الحياة في الظلام بالريف فلم يخف ونظر حوله فرأ باب في آخر المغارة من بعيد فاتجه إلى ذلك الباب وفتحه فوجد هناك رجلا يلبس كما يلبس الأمراء ويجلس ظهره إلى الباب وهو ينظر في صندوق وضع أمامه على المنطبة لم يلحظ الرجل حسيم ولم يره وقد اعتقد حسيم أن هذا هو الساحر عينه فوقف ساكنا لا يتحرك وسمعه يردد الكلمات الآتية ثلاث مرات آت سرب آت سرب آت سرب ثم رأى الرجل نفسه بعد مدة قصيرة قد تحول إلى قزم كبير السن نحيف الجسم أقفل القزم الصندوق الذي على المنطبة ثم وقف فرأى حسيم وقابل حسيم الساحر الشرير وجها لوجه بكل شجعة ذهب الساحر إلى الصندوق ليفتحه ويخرج منه المرآة السحرية فوجده مقفلا وكان مفتاح القفل معلقا بخيط حول رقابته وحينما فتح الصندوق بالمفتاح وأخرج المرآة منها تذكر حسيم ما قالته القطة البيضاء عن المرآة السحرية التي في الصندوق وقد فكر الساحر في أن يجعل حسيم ينظر في المرآة ليحوله إلى صورة أخرى ويتحكم فيه ويسيطر عليه عرف حسيم ذلك جيدا ولم يخطف المرآة منه خوفا من أن تنكسر وهو يريد أن يحصل عليها بكل وسيلة ليحول القطة البيضاء إلى صورتها الأولى وينجيها من الاستعباد ويعيد إليها الحرية أخذ القزم القبيح المنظر المرآة السحرية في يده وزحف ببطء جهة حسيم وأرد أن ينظر إليها حسيم ليسحره ويجعله عبدا من عبيده وخادما من خدمه وقد استعد حسيم للقبض على القزم بذرعيه القويتين وأخذ المرآة السحرية منه ولكن حينما اقترب القزم منه صدمت رجله في حجر فوقع على الأرض وسقطت المرآة السحرية من يده على الحشيش الأخضر قبل أن يقبض عليه حسيم أراد حسيم أن يلتقط المرآة من الأرض ليطمئن على أنها لم تكسر ولكنه سمع صوتا عذبا يحذره ويقول له لكي تحافظ على نفسك لا تنظر إلى المرآة نظر حسيم فوق رأسه ليرى صاحب الصوت الذي ينصح له فوجد على غصن الشجرة التي في المغارة طائرا جميلا جسمه مغطى بالحرير الأبيض وفوق رأسه نقاب أي برقع عروس زحف القزم نحو المرآة وأراد أن ينتهز الفرصة ويأخذها وحسيم مشغول بالنظر إلى الطائر ولكن الطائر قال لحسيم أسرع وخذ المرآة قبل أن يأخذها السحر واحذر أن تنظر إليها فخطف حسيم المرآة السحرية والتقطها من الأرض قبل السحر ووضعها مقلوبة على المنضضة ثم تفرغ للقزم وأمسك به من رقبته وقال له أخبرني عن الكلمة السحرية التي بها يزول السحر عن القطة البيضاء وعن هذا الطائر وأعطني المفتاح الذي حول رقبتك وإلا قتلتك امتنع القزم في البدء ولكنه خوفا على نفسه عرفه الكلمات التي بها يزول السحر وقطع حسيم الخيط الذي في رقبته وأخذ المفتاح منه غصبا فتحول القزم الشرير في الحال إلى دفضعة قبيحة المنفر وأخذ التزحف على أرض المغورة كتب حسيم الكلمات السحرية حتى يتذكرها ولا ينسيها ووضع المرآة في الصندوق المعدني ثم أغلق غطأه فسمع الطائر الذي فوق رأسه يغني غناء عذبا بصوت جميل وبعد أن انتهى الطائر من غنائه نظر إليه حسيم وسأله من أنت أيها المخلوق العذب الصوت أعتقد أنك من سيئي الحظ الذين أساء إليهم الساحر الشرير بسحره نزل الطائر المغني من فوق الشجرة ووقف على المنضضة التي وقف حسيم بجانبها وأخذ يخبره حكايته ويقول منذ سنوات طويلة كنت فتاة من الفتيات الجميلات واسمي لطيفة وكنت أغني كثيرا بصوت عذب جميل وفي يوم من الأيام خطبني روع من رعاة الغنم وكنت سعيدة في حياتي مع أسرتي وقبل أن أتزوج بيوم واحد لبست ملابس الفرح والعرس لأجربها على نفسي وأتأكد من أنها مناسبة لجسمي وأخذت أغني غناء يدل على أني مسرورة سعيدة فسمعني الساحر الشرير وهو مور في الطريق يلبس كما يلبس الفلحون الذين يزرعون الأرض وأعجب بصوتي فدخل من باب حجرتي كأنه زوبعة أو ريح شديدة وأخذني وأنا بملابس الفرح وحملني إلى هذه الغابة وطور بي كالريح في الجو وأخذت أصيح بأعلى صوتي وأطلب من يساعدني ويخلصني من بين يديه وخرج خطيب وأهل وأقارب ورائي وحاولوا إنقاذي فلم يستطيعوا ورجعوا كماءته ومنذ ذلك الوقت أعيش طائرا في الغابة وأغني للساحر في أي وقت يريده وأشتغل كأني مغنية خاصة به تألم حسيم لحالها وفتح الصندوق وأخرج منه المرآة السحرية وأبعدها عن وجهه وقال لها انظر إلى المرآة وكرر هذه العبارة السحرية آت سرب ثلاث مرات ليزول عنك السحر وترجع إلى صورتك الأولى نظر الطائر إلى المرآة ونفذ ما أمر به فتحول الطائر في الحال إلى فتاة جميلة تلبس ملابس الفرح والعرس كأنها في ليلة الزفاف والزواج عجب حسيم كل العجب وتأكد أن هذه خطيبة الروعي ولاحظ أنها صغيرة السن في حين أن عريسها الذي انتظرها كل السنوات الطويلة الماضية صار هرما كبير السن أبيض الشعر مجعد الوجه أسرع حسيم وذهب إلى المكان الذي ترك فيه القطة البيضاء والقمر طالع وتبعته العروس الجميلة فوجد القطة تنتظر رجوعه وقد استغربت حينما رأت معه هذه العروس فقال لها لقد أخذت المرآة السحرية من السحر وعرفت الكلمة السحرية التي يزول بها السحر وقد رجعت إلى صورتها الأولى وصارت الآن حرة ولا سلطان لأحد عليها وقد عاقب الله السحر وصار ضفضع وزيلت عنه قوته السحرية بعد أن أخذت منه الصندوق المعدني ومفتاحه والمرآة السحرية ولم أقتلت ضفضع وتركتها لحالها ويكفي عقابا للسحر أن تكون ضفضع طول حياته فتح الصندوق وأخرج منه المرآة وناولها للقطة البيضاء فنظرت إليها وكررت العبارة السحرية ثلاث مرات فزيلت القطة وتحولت إلى صورتها الجميلة الأولى ووقفت مكانها ابنة العمدة التي خطفت ليلة عيد ميلادها أمام حسيم وهي تلبس رداء من الحرير الذهبي اللون وحذاء أصفر وعينها زرقوان جميلتان رأوها حسيم فأحس أنه وجد أخيرا الفتاة التي يريد أن يتزوجها وتأكد أنها ابنة العمدة المخطوفة ابنة الشيخ مصطفى وحينما طلعت الشمس ذهب حسيم ابنة العمدة وعروس الراعي إلى مدخل الغابة المسحورة فوجدوا الطيور الثلاثة البيضاء لا تزال نائمة كما تركها فأخرج حسيم المرآة من صندوقها وحركها أمام الطيور النائمة وكرر الكلمة السحرية ثلاث مرات فتحولت في الحال إلى ثلاثة أحصنة بيضاء وأخذت تسهل كأنها تريد أن تترك هذه الغابة السوداء ركبت ابنة العمدة حصون وركبت عروس الراعي حصون آخر وركب حسيم الحصون الثالث ورجعوا جميعا وكان حسيم في المقدمة لأنه عرف جيدا أن الراعي الأمين ما زال ينتظره تحت الشجرة في الحقل وأمامه الغنم فكر حسيم هو راكب كيف يكون شعور الراعي الكبير السن حينما يرى عروسه لطيف الجميل ثانية وكيف يكون شعورها حينما يترى عرسها بعد هذه السنوات الطويلة وتحس أن حبه العميق لا يزال في قلبه كما كان عندما خطفت منه وأنه انتظرها عشرات من السنين ولم يفكروا في غيرها واستمر مخلصا لها الإخلاص كله تلك السنوات الطويلة وحينما وصلوا إلى الراعي عرف عروسه وناديها باسمها وعرفته ونزلت من فوق حصانها ورمت نفسها بين ذراعي عريسها فتح حسيم الصندوق وأخرج منها المرآة السحرية وقال إلى العروس هل تحبين يا لطيفة أن تكون عجوزا مثذ عريسك أو يكون هو شابا مثذك أجابت لطيفة أريد أن يبقى كما هو بدون تغيير لأنه كان وفيا مخلصا لي عشرات من السنين وأن أصير أنا امرأة عجوز لأثبت له أني ما زلت أحبه كل الحب وأخلص له كل الإخلاص وهو رجل هرم كبير السن قدم حسيم المرآة السحرية للطيفة ونظرت إليها وتمنت أن تكون عجوزا لتناسب عريسها الذي انتظرها تلك السنوات الطويلة فتحققت رغبتها في الحال وتحول وجهها الجميل إلى وجه فيه تجاعدات كثيرة وذهب اللون الوردي وصارت ترى مثل سيدة كبيرة السن فابتسم الروعي وقال إن السن لا تهمني ولا أفكر في السن والمهم أن يكون القلب سليما قويا كقلوب الشباب شكر الروعي وعروسه حسيم معروفه وفضله وودعهما حسيم وابنتاء العمدة وترك الروعي وعروسه وحصانها الأبيض وجلس العروسين تحت الشجرة في الحقل يبتسم كل منهما للآخر ابتسامة عذبة حلوة كلها حب ووفاء وإخلاص بعد هذا ركب حسيم حصانه وركبت ابنت العمدة حصانها ورجع معا إلى الغابة وذهب إلى منتصفها وفتح حسيم الصندوق المعدني وأخرج منه المرآة السحرية ورفعهما فوق رأسه ورماهما بعيدا على الحجورة فكسر الصندوق والمرآة وفي المكان الذي كسرت فيه المرآة السحرية ظهرت بحيرة فضية بين أجور الغابة وهي بحيرة عجيبة إذا نظر فيها الشاب في منتصف الليل والقمر طالع رأى بعينيه وجه الفتاة التي سيتزوجها وإذا نظرت فيها الفتاة رأت بعينيها وجه الفتاة الذي سيتزوجها ركب حسيم ابن العمدة وأخذ معه سورة بنت العمدة الشيخ مصطفى ليرجعها إلى والديها ويدخل السرور عليهم فهما في حزن منذ أن خطفت ليلة عيد ميلادها وعرف أنها هي الفتاة التي أراد أبوه أن يخطبها لتكون عروسا وشريكة له في حياته وأعجب كلاهما بالآخر وتبادل المحبة والإخلاص واستقبلهما الشيخ مصطفى استقبالا لا نظير له وعم الفرح والسرور القرية كلها وكان حسيم موضع الإعجاب والتقدير من الجميع لأنه قام بما لم يقم به أحد وأنقض ابنة العمدة وهو لا يعرفها وأرسل الشيخ مصطفى الرسل لدعوة أبي حسيم ووالدته وأقاربه فحضروا مسرورين وعقد عقد الزواج وصارت ابنة العمدة عروسا لابن العمدة وأخيمة الأفراح وعم الفرح والسرور الجميع وأطعم الفقراء والمسكين فرحا بسلامتهم وزواجهما وعاش الزوجين عيشة سعيدة راضية ووفقهم الله سبحانه وتعالى في حياتهما كل التوفيق وأخلص كلا منهما للآخر إخلاصا لا نهاية له سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا